بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى سنشرح الدروس المقررة في مادة التحرير العربي وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في سلسلة من الدروس الإملائية وسنبدأ هذه الدروس بالحديث عن أحكام الهمزة أحكام الهمزة وأول نقطة يجب أن نبينها في هذه المحاضرة هو الفرق بين الهمزة والألف هناك فرق بين الهمزة والألف لا بد أن يعرف قبل أن ننطلق في شرح أحكام الهمزة بإذن الله الفرق بين الهمزة والألف يمكن إضاحة من خلال النقطة الآتية سنبدأ أولا بإضاحة الهمزة الهمزة إما أن تقع في أول الكلمة وإما أن تقع في وسط الكلمة وإما أن تقع في آخر الكلمة الهمزة التي تقع في أول الكلمة تكتب بهذا الشكل إما أن تكتب هكذا ألف وفوقها رأس عين صغيرة وإما أن تكتب هكذا ألف وتحتها رأس عين صغيرة وإما أن تكتب هكذا إذن الهمزة في أول الكلمة لها ثلاث صور بهذا الشكل وفي وسط الكلمة لها أربع صور فإما أن تكتب على ألف هكذا وإما أن تكتب على واو هكذا وإما أن تكتب على يا هكذا وإما أن تكتب مفردة على الصدر هذا في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة لها أيضا أربع حالات إما أن تكتب بهذا الشكل على ألف أو أن تكتب بهذا الشكل على واو أو أن تكتب بهذا الشكل على يا أو أن تكتب بهذا الشكل مفردة على السطر إذن أصبحت الهمزة تقع في أول الكلمة بهذا الشكل في وسط الكلمة في آخر الكلمة سنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن الهمزة في الحالات الثلاث الهمزة في أول الكلمة الهمزة في وسط الكلمة والهمزة في آخر الكلمة وقبل أن نبدأ الحديث عن الهمزات سنبين نكمل الفرق بينها وبين الألف بالطريقة نفسها الألف في أول الكلمة الألف في وسط الكلمة الألف في آخر الكلمة بالنسبة إلى أول الكلمة فإنه يستحيل أن يقع الألف هنا لذلك ليس في أول الكلمة ألف على الإطلاق الذي في أول الكلمة هو همزة وصل وإن كانت ترسم مثل رسم الألف إلا أنها تسمى همزة وصل بالنسبة إلى الألف في وسط الكلمة فإنها تكتب بهذا الشكل الألف في آخر الكلمة لها صورتان إما أن تكتب بهذا الشكل وإما أن تكتب بهذا الشكل الآن لا يمكن أن يحصل لبس بين الألف وبين الهمزة الألف والهمزة تلتقيان في هذه الصورة نعم هذه مثل هذه مثل هذه إلا أن الموقع يفرق بينها فإذا وقعت في أول الكلمة سميناها همزة وصل وإذا وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها فإنها ألف وليست همزة وصل نعود الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الهمزة والألف لنقول إن الهمزة في أول الكلمة إذا رسمت ألف وفوقها رأس عين صغيرة أو تحتها رأس عين صغيرة هكذا فإنها تسمى همزة قطر والتي تكتب ألفا هكذا همزة وصل إذن أصبحت الهمزة في أول الكلمة لها حالتان في حين أن الهمزة في وسط الكلمة لها أربع حالات فنقول الهمزة المتوسطة على ثم نقول الهمزة المتوسطة على ألف الهمزة المتوسطة على واو الهمزة المتوسطة على يا الهمزة المتوسطة على الصدر بمعنى أنها لا تكتب لا على ألف ولا على واو ولا على يا أصبحت أربع حالات والصور كما تلاحظون مختلفة والهمزة في آخر الكلمة لها الحالات نفسها إلا أننا نقول الهمزة بدل المتوسطة سنقول الهمزة المتطرفة المتطرفة لأنها وقعت في الطرف ثم نقول على ثم ألف أو واو أو يا أو الهمزة المتطرفة على السطر فأصبحت الحالات التي ستدرس في الهمزة إن شاء الله تعالى عشر حالات حالتان في أول الكلمة وأربع في وسطها وأربع في آخرها الألف التي في وسط الكلمة لن تدرس لأنها لا تكتب أساسا إلا على صورة واحدة كالألف التي في عالم والألف التي في جامعة التي في جامعة الألف في آخر الكلمة لها صورتان لذلك ستدرس إن شاء الله تعالى وسنعرف أن هذه الألف تسمى الألف الممدودة وهذه الألف أ studio إذا في المحاضرات التالية إن شاء الله تعالى سندرس أحكام هذه الهمزة فنعرف متى ترسم همزة قطع ومتى ترسم همزة وصل متى ترسم متوسطة على ألف متى ترسم متوسطة على واو متى ترسم متوسطة على ياء متى ترسم متوسطة على السطر هذه أربع حالات أيضا في آخر الكلمة متى ترسم الهمزة المتطرفة على الألف ومتى ترسم على الواو ومتى ترسم على الياء ومتى ترسم على السطر ثم ندرس بالنسبة إلى الألف متى ترسم الألف في آخر الكلمة ممدودة ومتى ترسم مقصورة هذه الدروس المتلاحقة ستأتي إن شاء الله تعالى تباعا نلتقي بإذن الله